جرعة كوميدية كبيرة واضحة السنة دي في دراما رمضان عشرين وعشرين وعشرين وناس يمكن محتاجة ده بشكل كبير مسلطلات معانا للموسيب التامن زي الكبير قوي واستمرار في الصعود وفي النجاح وفي تعلق الناس بيها بابا جيلة أكرم حسني عتبات البهجر الدكتور يحي الفخراني والأساس الكبير صلاح عبد الله وبقى كبيرة من النجوم مش عايزة أنسى أي حد يعني والله إحنا الحمد لله في مصر بالذات التنوع الدرامي والكوميدي متاح طول الوقت كل سنة بيحصل حاجة وده بيخلي طول الوقت المجتمع متعلق بالدراما أكتر السنة دي اللي حصل أنه الدكتور يحي الفخراني نازل بمسلسل عتبات البهجة عن رواية للأستاذ إبراهيم عبد المجيد وده رواية جميلة جدا بديعة جدا يعني الناس لو قريتها هتتبسط ولو شايفت المسلسل هتتبسط المسلسل اجتماعي لايت كوميدي عشان بس الخوف من إيه لما بقول كوميدي فالناس هتنب رايحاله بأنها راح تستقبل كوميديا فما تلاقيش الكوميديا اللي هي منتظراها فالمسلسل إقاعه يقع بالنسبة له لا هي منقشة قضايا اجتماعية لكن بشكل خفيف شوية على نونه ما حلنا نقسم الموضوع في حبة كوميديا خلينا ناخد القضايا دي ببساطة شوية خلينا نقسم الموضوع ما بين اللايت كوميدي وما بين الكوميدي المنافسة يعني الدكتور يحل فخراني هنشيله برا المنافسة لأنه ده كبير بتاع الشغلانة دلوقتي الجيل الأوسط كان جيل أحمد ميكي نازل بالكبير جزء الثامن والمرة دي الأول مرة تأليف وإخراج أحمد الجندي يعني الجندي السنة دي مشارك كمؤلف كمان مع الورشة بتاعته في المسلسل الميكي طول الوقت محافظ على أنه ينزل بالكبير يمكن جرب في شغلانة تانية زي خلصانة بالشياكة وما قدرش يحقق النجاح بتاعه اللي هو منتظر وطول الوقت فرجع تاني لكبير وطول الوقت بيطور وبيحب هو بيشتغل على الكوميديا السركزي